مشاهدين دعونا نعود اليوم إلى عام 1963 تحديدا مع اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جي أف كينيدي بطلقة نارية في وضح النهار طبعا في مدينة دالس منذ ذلك الحين بقيت جريمة اغتيال الرئيس الأمريكي لغز لم تكشف أبعاده حتى هذه اللحظة طبعا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية عادت القضية غير المكتملة إلى الظهور فلربما يكون لدى ترامب هذه المرة الإجابات للتفاصيل الناقصة في مقابلة خاصة مع صحيفة The Messenger صرح الرئيس الأمريكي السابق بأنه سيكشف عن جميع الوثائق السرية المتعلقة بقضية كينيدي الوثائق كان قد تم حجبها عمدا عن الشعب الأمريكي من أجل حماية الأمن القومي وإنفاذ القانون طبعا بحسب خبراء لكن وعد ترامب هذا طبعا جاء بشرط هذا الوعد بأن يعاد انتخابه للرئاسة الأمريكية مجددا روبرت كينيدي نجل شقيق جون أف كينيدي ومرشح آخر في سباق الانتخابات الأمريكية أدل شهر الماضي بتصريحات صادمة اتهم فيها المخابرات الأمريكية باغتيال عمه تصريحات تعد تحديا واضحا للرواية الرسمية للحكومة الأمريكية عن مطلق النار الوحيد لهارفي أوزوالد والذي يزعم أنه كان عميلا للاتحاد السوفيتي في عام 1992 كان الرئيس أنداك جورج بوش الأب والذي كان يشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية وقد وقع قانونا يفرض الكشف العلني عن جميع الوثائق المتعلقة بجون كينيدي مع ذلك امتنعت الإدارات المتعاقبة بما في ذلك إدارة الرئيس الحالي جو بايدن عن الكشف عن مضمون هذه الوثائق لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات